مؤتمر في مجلس العموم البريطاني وعدد من ذوي ضحايا مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في إيران وأدان أعضاء البرلمان الجرائم ضد الإنسانية والسياسات القمعية لنظام الملالي داعين الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات جادة على المستوى الدولي لتبني سياسة حازمة ومساءلة النظام الإيراني لا سيما فيما يخص ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988 حيث مرتكبيها هم مسؤولون كبار في نظام الملالي من أمثال السفاح إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية وعلي رضا آوايي وزير العدل الحالي أعضاء المجلسين البريطانيين والشخصيات المشاركة في الندوة هم السيد ديفيد إيمس عضو مجلس العموم البريطاني في حزب المحافظين الحاكم والرئيس المشارك في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة الدكتور ماثيو أفورد عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين ستيف ماك كيب عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال بوب بلاكمن عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين ديفيد جونز عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين روجر جادسيف عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال ستيفن بوند عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال وأعضاء مجلس اللوردات اللورد كلارك الرئيس السابق لحزب العمال اللورد سينغ، اللورد ميجينز، بالإضافة إلى البروفيسور جاسلين سكوت وطاهر بومدرا وقال الدكتور ماثيو أفورد في بداية المؤتمر بصفة مدير المؤتمر بات واضحا استخدام نظام الملاني بشكل منظم للإعدام لحفظ النظام في الجريمة ضد الإنسانية في عام 1988 والمجزرة والإعدامات الجماعية التي طالت 30 ألفا من السجناء السياسيين وأضاف اليوم آلية التعذيب والإعدام والإعتقالات التعسفية تستخدم لحفظ السلطة ويتم تعذيب السجناء السياسيين وأعدامهم لقمع أي صوت يطالب بالتغيير وجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة إلى المؤتمر تلاها الدكتور ماثيو أفورد السيدية رجوي شكرت أعضاء المجلسين لدعمهم للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان للشعب الإيراني وأكدت السيدة رجوي هذا النظام غير الشرعي والمنبوذ ليس قادرا على السمرار السلطة دون تنفيذ الإعدام والتعذيب والقمع والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان فمنذ عام 2013 حيث أمسك روحاني مقاليد السلطة وإلى يومنا هذا بلغ عدد الإهدامات حوالي أربعة آلاف إهدام ودعت السيدة رجوي إلى اتباع سياسة الحزم والصرامة مقابل هذا النظام وهو أمر ضروري للسلم والأمن في المنطقة والعالم أيات علاقة وصفقة مع نظام ولاية الفقه يجب أن تكون مشروطة بتوقف الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاق من إيران وخارجها